في تجربة ودية الاهل يتعادل مع مصر التأمين اتنين اتنين بهدفي وليد سليمان ومحمد نصير معنا الاهداف الجول الاولاني دخول وليد سليمان في القلب واستغل الكرة اللي هو الخطأ بتاع لعيب نص الملعب اللي رجع الكرة اللي معرفش كعانيز رجحها الجول ولا لازميله وجد الوليد سليمان وقدر انه يحرز منها الهدف الاول الجول اللي دخل في النادي الاهلي كان فيه واضح انك هنا فيه عدم تفاهم بين علي لطفي وخط الدفاع او قلبي الدفاع في النادي الاهلي يعني حتى ما فيش حد تتكلم مع حد تغطية كمان بعدين دي دي الكرة التانية كرة من ناحية الشمال صعبة تيجي يعني صعبة صعبة تيجي فينا جول بصراحة وده جول التعادل حلوة جدا من فادي جمعة واحلى من نصير وقدر يحرز هدف التعادل بعد نزوله في الشوت التاني مكان وليد سليمان كابنعادل التجربة ما بنبصش على النتيجة طبعا ولكن بنبص انها التجربة مفيدة خلت الجهاز الفني يبص بنظرة اوسع على اللعيبة اللي ممكن تاخد فرصة لفترة اللي جاء المباراة دي مباراة مهمة جدا حمدي فتحي بنسبة 80% اعتقد انه هو يبقى جاهز لماتش الترجي كل كله طالع من رجليه طالع سليمة عملية الضغط عملية الروح بيروح في اماكن مش بتاعته بيكمل في الهجمات لحد اخر دي بيقدي اداء وروح قتالية عالية جدا وليد سليمان قبل ما يصاب في اخر خمس دقيقة فلعب حوالي 85 دقيقة على اعلى مستوى بيجري في كل حتة لعب تكتيكي على اعلى مستوى دول الاتنين مهمين جدا الجانب رامي بيثبت لنا انه الراجل وجهة نظره سليمة في مليون في المية انه الحتة دي قادر جدا انه هو يقدي فيها بالشكل المطلوب والكرات العرضية اللي هتمثل خطورة جدا في ماتش الترجي الحاجات الواو والحاجات اللي هي في التلتة الاخراني اعتقد انها هتبقى مفيدة جدا انه وليد ممكن رامي ممكن جدا يتوظف في الحتة دي هتبقى جيدة جدا وكذلك في الكرات السابتة اللي لينا واللي علينا دول التلت عناصر مهمين جدا اعتقد واتمنى على الجهاز الفاني ان يكون هناك مباراة ودية اخرى يوم سبعة او يوم تمانية لان الصفر هيبقى 14 و15 فبرضو تأكيدا على اللياقة البدنية واللياقة الماتشات ممكن جدا حمد لما ياخد تاني ورامي لما يتكرر مرة تانية في الحتة دي ووليد برضو لما ياخد مرة تانية دي اسمها لياقة مباريات اعتقد انها هتبقى مفيدة جدا بالنسبة للفترة اللي جاية صحيح كابتن شريف يمكن زمل الكابتن عادل من الابرز اللايبة اللي كانوا مميزين النهاردة رامي حمدي فتحي ووليد سليمان وفي الشروط التاني او اجمالا في المباراة لعب بعض الناشئين محمد اشرف رقم اتنين وتلاتين احمد اشرف رقم تمانية وتلاتين احمد السيد سبعة وتلاتين محمد نصير تسعة وتلاتين وده اللي احرز هدف فهد جمعة خمسة وتلاتين وهو ده اللي صنع الهدف وممكن كان متحرك جدا للشروط التاني وعبد الرحمن مانو اربعة وتلاتين مين لفت نظرك من اللايبة الناشئين لطلعينه النهاردة والله ايحقول لك اه حاجة اه تطعيم من فريل اول بالناشئين ده شيء مطلوب دايما وكنا من اهام الكابتن عادل وكابتن فاتح انصير وكلنا كنا عشان نطلع فوق كنا لازم نطعم مع الفرقة الكبيرة اي ونبان ما كناش بنبقى بهزا الكام او بهزي الكترة كويس فأنا ما قدرش احكم على اللعيبة دي غير انها واخده فرصة في وسط ملعبها في وسط الجهاز الفني بتاعنا كويس اه بيحاولوا اللعيبة كلها بس احنا بنلعب ناشئين مع بعض غير لما بنلعب معه لعيبة اكبر مننا طبع لعيبة اكبر مني ببقى انا تحت سيطرة اللعب الكبير اللي معاه الكورة هو اللي بيحرقني فلو مش مطلوب مني انا اكتر من اللي هم عملو دا انهم يجروا كتير او في الملعب يبقوا متواجدين ناحية الكورة مش مهم التنفيذ او الانهاء الهجمة او الشكل دا دا كان حييجي بعدين يعني ما درش اقايم واحد من اللعيبة دي دلوقتي اقول لك انا شامم هنا اه ممكن الراجل اللي هو كان بيلعب اه اللي جاب الجهون محمد نصير دا بيلعب وعايز يشوت وعايز يلم وعايز او متاخر بهدفين وانا مش متعود مع نادل اهلي ان انا مفوض ابو كذبان ثلاثة اربعة خمسة اي واللعيبة دي بتلعب يعني اي انما اه شكل التطعيم وشكل انا بدور على لعيب زي وليد سليمان النهاردة وزي كهرباء وآآ رامي وحمد فتحي والناس دي دا هو الشغل الشغل بتاعي صحيح انك انت رزبني عنك بيت الفرق بيت اللعيبة كلها برا مزبوط ومش قادر يعني يطعم بيهم او قادر تفرج عليهم حتى فبالنسبة للناشئين اللي هما لعبوا النهاردة مشكورين اه اتعلموا هما اكتر النهاردة الوجود في الحتة دي اه مش سهل اي اللعب حتى لو بتلعب فرقة درجة ثالثة زي مصر التأمين فرقة واقفة على حلها وعندها الرغبة ازاي انها هي عايزة تلعب ضد القلي كله احبطلع احسن امكانيات عنده بيروح على الجول بيشوت لعبة كور اي بيثبتنو هما لا يقلوا عن هؤلاء اللاعبين لازم في الفكر النهاردة بابقى عندي حرية الكورة لما اجيلي فرصة كنت عندي هلا وكبات ان انا لك انا كناشئ النهاردة عندي فرصة كبيرة اوي خاصة ان المشكورين المبرامج زاعة يعني كمان اللعبة دي هتوح تفرج على نفسها تاني وهتشوف ايه اللي عملوه هيكتسبه حتى من الفرجة اللي هو كممكن يكون في احسن وضع او في احسن حال من اللي احنا كنا فيه انا لا لا احملهم اي مسؤولية اي حاجة العيق مش على النتيجة مسلا او على التصرفات او طريقة اللعب اللي لعبوه انا بحمل نفس انا كلعيب عايز ارجع للملعب المصاب ان انا اقول امتى اقدر ارجع الملعب يعني انا مش هانا في التمرينات ببقى عارف كويس انا اقدر ارجع عيب ولا لا انا واحد من الناس اتكسرت رجلي اول ماتش رجعت وبعد مرجعت كان بايرو ميونيخ اي فالاستاد تمانين الف وكلام من ده وبتجرب اشوف سلامة رجلي وكلام من فببندج رجلي كويس اوي عملت سبرينتات بطول الملعب ونهاية الملعب وصغيرة وعملت تقسيمات زي ما كنا بنعملها زمان وعملت التحامات وفشل اتكدت ان انا اقدر العب مش مهم بايرن او اي فرقة تانية ان انا نحنزل الملعب اقدي فكمان فيه مسؤولية كبيرة اوي على اللعيبة اللي هي بره الصورة زي اه حمدي وزي وليد وزي متولي وزي كهرباء سويا وبالنسبة لمروان انا يمكن مروان حسب ايجهاد او حسب باي حاجة انا معرفش يعني حتى مروان لازم يستغل الصورة دي او الشكل ده او الالتحامات او التحركات اللي احنا كلمنا عنه قبل الماتش احنا متمنى كل اللعيبة توقع في احسن حال وفي احسن حال بس اهم حاجة السلامة لان انا محتاج من انا لغات يوم ساعتاشر سلامة اللعيبة كلها مايرجعليش علي معلول ويقع مني حد تاني مايرجعليش حمدي فاتحي ويقعوا مني جعرباء وليد سليمان لا ده انا بدعم مروان انا عايزه مروان في الماتشاط اللي هي بتبقى خارج مصر وكلامنا ده لعيب فايتر هو هو لعيب كلاسيكي الكرة اللي عنده بيديها في مصر وبيديها برا مصر صحيح عنده الجري في الاطراف الجري كل مطلوبه ان يبقى اي حد يقعد معنا اللعيبة زي كهرباء كهرباء محتاج نفسيا حتى حد يقعد يقول له يا كهرباء انت مطلوب منك كزا 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 مايبقاش الولد عايز زي ما انت شايف النهار ده كده كل حتة في المحل عايز ازبت اي حاجة عايز يباين شكل عايز اتنرفز على اللايمن عشان رايح هيجيب جون احنا بحاس باللعيبة دي احنا حاسس باللعيبة دي كلها فهي التجربة احنا بنتطلعين منها احنا النهار ده كلها ان احنا بندخل اللعيبة انفورم تاني في التفكير في التطعيم في الفرص اللي بتجيلي ان انا هننفزها في اي حاجة فانا بقول اه عايز اتطمن على متولي ان شاء الله وعايز اتطمن برضو على وليد وليد تشوف هل ده بطحة ولا شد خفيف ولا ايه وان شاء الله اللعيبة بتقول لها تبقى بإذن الله في الفترة الجاية الاسبوعين الجايين التجربة اللي حصل دي شايفين لما اتضغط علينا او حصل اي حاجة الدنيا بتوب بشكلها عامل ازاي كابن سامة يمكن زي مالك ابن شريفي الفترة اللي جاية فترة مهمة جدا رؤيتك للفترة الجاية وانت داخل على متشين مهمين جدا مع الترجي والمتشين حاسمتين يعني في لقاء هنا في لقاء الاول في تونس واللقاء هنا وبناء على النتيجة بتاعتهم النادي الاهلي حيدخل بإذن الله رب العالمين فاينالافرقه وان شاء الله يجي بالعش مفيش شك ان التجربة بتاعت النهاردة رغم قولنا انه فرقة مصر تأمين يعني فرقة درجة تالتة وكده ولكن مهمة مهمة حتى لو عشان تجاهز اتنين تلات لعيبة بس انا بتكلم مرحليا لماتش الترجي اما موضوع اللي هم الولادة صغادين اللي لعبوا لسه الوقت معاهم ولسه يعني فيه وقت لعبوا متشاة كتيرة وفيه وقت ياخدوا خبرات وفيه متشاة كتيرة هتيجي لكن انا بتكلم على مرحلة الترجي كان مهم جدا واحد زي حمد فتحي انه يبتدي يرجع ياخد تسعين دقيقة النهاردة انا متفق مع كابتن عادل انه طبيعي ان شاء الله ان احنا نعمل المباراة تانية والدية حتى لو في نفس المستوى ده او اذا كان ازياد شوية مع مثلا فرقة في الدولة الممتاز بها ولا حاجة على اساس اكسر جايزي يعني انت لسه المطش يوم تسعتاشر فعلى الاقل قبلها باسبوع يعني يوم انت عندك سبعة تمانية تسعة حتى ممكن تعمل ودي ومش دروري تلعب الناس كلها تسعين ديئة ممكن تلعب خمسة واربعين ديئة خمسة واربعين ديئة ممكن تلعب واحد ستين ديئة ممكن فواحد زي حمد فتح النهاردة مكسب ان يبتدي يلعب الوقت دوت وعايز زياقة ماتشات اكتر حاجة زي رامي ربيعة انه شفناه في الوسط المدافع يوم ماتش السانداونز النهاردة شفناه في الزهير الايمن الله اعلم الظروف مسلمان يحتاجوا في المكان دا ولا لا انت عندك اللي بيلعب في المكان دا هاني الاساسي مصاب وممكن ما يلحقش المباراة عندك بعد كده بيكم واكرم توفيق بيلعبه احيانا في المكان دا لكن رامي ربيعة يخش معاهم وهيبقى فيه منافسة مين اللي يلعب في المكان دا وهاني ملعبش فدي حاجة برضو كويسة وليد سليمان رغم انه ان شاء الله تكون خفيفة نشايفه مسك العدلة الضمة في اخر خمس داقي لما طلع لعب وقت كويس وان شاء الله يكون سليم برضو عنده خبرات حتى لو بيلعب اجزاء من اللقاءات فمباراة تنزل بتوى الترجي بيحتاجين خبرات زي دي ممكن جدا مستر المسلمان يحتاجوا في وقت من المباراة بيبقى عامل اضافة لما بيجي ينزل كبديل فالتجربة مفيش شك مفيدة ولها بعض الاهداف اللي مستر المسلمان اتلع بيها لكن الحكم انك انت عشان الولاد الصغرين اللي لعبوا فيه يعني فهد جمعة دا مثلا اللي هو اللي نزل الخمس دا قوي ومتحرك هو يمكن مستعجل وفنيا شوية لسه لكن واضح انه عنده حاجة عايز يعملها فيه الولد اللي نزل باكليفت الشوت في اخر شوية اللي هو تنين وتتين اعتقص محمد اشرف برضو بيعمل كام كروس كده شكله كويس لكن طبعا دول لسه Lilly لسه مش واضح حاجة يعني تقول انك هستفاد منهم في الوقت القرية دا لكن دول مستقبل بعد كده ونشوف بقى التطوير اللي احصل معهم لكن هو كان اهم المكاسب هو موضوع حمدي موضوع رامي وليد ياسر ابراهيم بيأكد انه بيلعب يعني دول اكتر حاجات اه كنت اتمنى انك اهربها يبقى افضل من كده اه مروان ملعبش الليل 45 دية اه ما نعرفش هو خرج ليه كنت ورده اتمنى انه يلعب وقت اطول ان يجيب له جون جونين اه يستعيد الثقة يعني انه بيقدر يجيب جوان وكده بس انا ما عرفش هو هل يعني مسلماني اه خرجوا اه اه انه بيديروا بس 45 دية ولا لقدر الله يكون مثلا حس في تعب ولا حس لل 34 دية الايب او الأحيان حسنا فدي اكتر حاجات استفادنا منها النهاردة كابتن بيلل مكاسب ماتش النهاردة من وجهة نظر حديدتك والفترة اللي جاية مستر موسماني بيفكر ازاي قبل ما اشين اتراجي مكاسب النهاردة زي ما كبقيت اني تكلموا كده يعني انت الاول ايه الهدف من الماتش الهدف من الماتش ان انتיתه النهاردة تشوف بعض اللعيبة تسترجع بعض اللعيبة في الملعب تقيم بعض اللعيبة في بعض المراكز يمكن كابتن مستمتكلم من شوية على رامي ربيعة في الرايد باك أنا النهاردة عندي مشكلة مع محمد هاني فأنا النهاردة رامي هل رامي زي ما قال كابتن عادل من شوية هل مقاوماته هو ده العيب اللي يصلح يكون رايد باك في النادي الاهلي رامي عنده سرعة وعنده قوة بيع في عمل كروس يعني ممكن يجيد في الحتة دي نسبة الإيجادة ممكن ما تكونش النهاردة 80-90% لكن هل نسبة الاستعداد موجودة ولا مش موجودة كابتن وبتدي عندي أسبوعين هتطور فيها بتدي اشتغل على حتة مثلا اف كويس هعمل التغطية العكسية بشكل جيد ازاي هكمل ازاي يزيد دي حاجات برضو يقدر يشتغل على المدير فني لو شاف ان رامي عنده الامكانيات انه يقدر يقلها في الحتة دي في المكان ده وممكن ما يكونش متطلب منه في ماتش الزهاب انك تهاجم على طول تمام فبالتالي الجابة اليسرى عندهم خطير فبالتالي يبقى أنا هلعبه كأنه سنتر باك ثالت يبقى واقف ثابت عنده قوة عنده سرعة واستفيد زي ما قالي كابتن عادل من شوية بالطول بتاعه نهاردة برضو هبقى محتاج الاطوال في مرات هناك هم من الفرق اللي بتجيد الكرات السابتة بالعبه ودنخب كويس جدا 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 الكروسات رائعة جدا حمد النجاز رائع جدا في الكروسات فانت تبقى محتاج واحد يعمل التغطية بشكل كويس يكون دوره الاساسي فعلا سنتر باك تمام يعني أنا مثلا ممكن في ماتش زي ده محمد هاني 50% هجوم 50% يدفع مبقاش محتاجه أبقى محتاج واحد بستايل استنتر باك كده اللي هو بيغاطي كويس قوي جدا سريع يقدر يقفل جبهة كاملة ما تبقاش مفتاح لعب لأن انت برضو عندهم مفاتيح اللعب الباكين بس الباك الشمال أفضل بكتير جدا من حمد النجاز معنى كده كمان إنه هيخلي بالك هيكون الخط الوسط الأمامي الطرفين هيكون لهم دور دفاعي طبعا لازم يبقى فيه تغطية لازم يبقى فيه مساندة كبيرة جدا بص انت بتلاقي فرقة الهدف من الماتش اللي هناك يعني احنا قلنا المباراة النوكي هؤلاء مختلفة شوية مباراة الدوريات انت بتلاقي ماتش بر ملعبك كل جول بيجي فيك كل جول بتجيبه محسوب ولو قيمة كبيرة جدا 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 كل دقيقة بتمر على الخصم هناك محسوبة وليها قيمة كبيرة جدا سواء إذا كانت إيجابية أو سلبية لأن انت النهاردة الـ 45 دقيقة لما بيعدوا هناك والنتيجة 0-0 انت بتحط الفريق اللي هناك تحت ضغط شديد جدا 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 بيبتدي يفتح مساحات وبتدي تلاقي عندك مساحات الكاونتر التاكس بتغير من فكرك ممكن تغير من فكرك الشتوط التاني وتلعب بشكل مختلف تماما على حسب نتيجة اللقاء ولكن فعلا الاثنين اللي هبوا موجودين تحت رقصية الحربة الاثنين الريت وينج والليفت وينج دور هايبقى لهم دور قوي جدا 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 ومسندة كبيرة جدا جدا الاثنين الباكين بتوع النادي العالي فبقول ان تجربة رامي تجربة جيدة لاتمئنان على حمد فتحي قد يجوز وقت من الوقت انك تستخدم 300 فلدرس في الماتش ده يبقى 3 فلات بتلعب بيهم يعني الشتوط الاول لو عدى الشتوط التاني ممكن تدخل تغير من 4-2-3-1 ل4-3-2-1 وتغير طريقة اللعب بحيس انك تقف نص مالعبك بشكل كبير عشان ميجي لكش هجمات او مي ما يتخدش منك الاستحواز بشكل كبير فدي برضو ممكن تكون في افكار مستر موسمان هيشتغل هناك ازاي عندي اكتر من طريقة لان انت بتلاقي فرقة برضو عندها خبرات نهضة بركان فرقة كويسة لكن ما عندهاش خبرات النهائيات ما عندهاش السباة الانفعالي والسباة النفسي في الماتشات الكبيرة اللعيبة اللي عندها مش لعيبة بطولات يعني هم اخدوا بطولة كونفيدرالية ولكنها بطولة على جنب اللي وحدها كده اه يعني بطولة افريقية ولكن على جنب برضو ما فياش الصفوة من الفرقة الكبيرة فالنهاردة انت بتلاقي فرقة لأ عندهم امكانيات لعيبة جيدة يا كابتن ايمن لعيبة عندها لعبة نهايات قبل كده اخدت بطولات قبل كده فانت بتلاقي فرقة تقريبا يعني قريبة من النادي لها صحيح فلازم انت بتفكر في الماتش تفكر في ستايل والفرقة اللي بتلعب قدامك بتلعب ازاي بتلعب في ملعبها ازاي نقاط الضعف عندها ايه نقاط القوة الموجودة عندها ايه فانا اعتقد مستر موسماني النهاردة التجارب اللي موجودة اذا كانت حمدي فتحي او رمي ربيعة اعتقد ان دول استفادة من وجهة نظر الشخصية يعني في الوقت الحالي ودي اكبر استفادة من المباراة لان انت في في بعض المدربين ويعني وكباتن كلهم مدربوا يعني بيعمل ماتش عشان يطمن على العيب بالضبط ماتش كامل يعني بيشتغل على ماتش كامل ويحضر ماتش ويجيبه هو تماما عشان يطمن بس على العيب هل هو اصبح جاهز نفسيا ما بقاش خايف ما بقاش الآن لان انت برضو عشان تشيل حتة القلق والرهبة من اللعيب لازم تحطه في ماتش صح مش بس تدريب صح فاعتقد ان دي يعني من اهم مكاسب الماتش لان الحمد لله ان احنا عندنا استعداد جيد وكمان عايز اقول حاجة معلش ااسف الماتش الترجي هيبقى نظرة مختلفة شوية لمستر موسيمان صح انت الراجل اشتغل معاك بقاله فترة كبيرة جدا ما خدش خمس ايام راح وربعة اسبوع كامل فانت النهاردة عندك ثلاثة اسبعات قدرت تشتغل فيه من كومدير فاني صح تقدر تغير تقدر تصحح صح المفاهيم اللي انت شايفها غلط ومش قادر تغيرها في لضيق الماتشات او لضيق الوقت تقدر تغير منها صح الطريقة اللي انت عايز تخلي لعيبة تلعب بيها ممكن تشتغل عليها في الوقت الحالي عندك فرصة جيدة لم تتاح لك قبل كده انك تقدر تغير وتحط الفكر بتاعك يعني كلنا بنقولي مستر موسيماني معزور اه هو جاب الفول مارك اربع بطولات من اربع بطولات ده موضوع كبير جدا صح يعني حاجة مية مية صح لكن انت عايز اداء برضو تشتغل بالاداء بتاعك فالنهارده فرصة مستر موسيماني انه يشتغل بفكره ان يحط التاكتكس بتاعه ان يخلي اللعيبة تتعود على الافكار بتاعته ان يحط افكار جديدة وانه يصلح من الافكار القديمة صح وكيد زي ما قلتك كباتن الكبار قالوا ان برضو فيه مكاسب عديدة استفاد منها مستر موسيماني النهارده بص على لعيبة صغيرين لعيبة صعدة مين اللي يقدر يكمل يعني طبعا هو التجربة كتجربة تجربة مفيدة ولكن التقييم ما بيجيش من مباراة واحدة لان فيه طبعا زي ما قلوا الكباتن ان فيه لعيبة لسه صغيرة فيه لعيبة عايزة وقت شوية الطمن يمكن شوية زي ما احنا اتكلمنا على كباتن الكبار حمدي فاتحي وليد سليمان رامي ربيعة فدي من ضمن المكاسب بتاعت ماتش النهارده الفترة اللي جاية فترة مهمة جدا 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 للتحضيرات والتجهيزات بقى الماتشين التراجي بإذن الله نأمل إن شاء الله إن الإصابات النهارده تكون إصابات خفيفة والفترة اللي جاية ما يغيبش عننا حد والمصابين يرجعوا إن شاء الله مرة تانية ويلحقوا بقدر الإمكان مبارات التراجي الأولانية أو على الآن مبارات التراجي التانية هنروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نستقبل خابرنا التحكيمي كابتن نصر عباس أرجوكم انتظرون